إحدى البنود المهمة في صفحة المبيعات على موقع إيبي هو باند خصائص المنتج وفي هذا الفيديو سنتعرف لماذا هذا الباند مهم جدا وكيف سيؤثر على مبيعاتنا إذا لاحظنا في أي صفحة مبيعات لمنتج على موقع إيبي سنرى في قسم الوصف أنه مكسم لقسمين كسم خصائص المنتج Item Specific وكسم وصف المنتج Item Description فكسم وصف المنتج نكتب وصف مفصل عن المنتج إيبي لا يقيدنا في عدد الكلمات التي سنكتبها أما بخصوص كسم خصائص المنتج Item Specific فهو عبارة عن صفات المنتج الأساسية مثل لونه، حجمه، وزنه، المارقة للمنتج إذا يوجد مارقة وأخرى صفات أساسية بنت خصائص المنتج يتغير حسب الفئة المعرف بها صفحة المبيعات أي إذا المنتج المعلن في صفحة المبيعات هو هاتف آيفون وعرفنا الصفحة بفئة الهواتف سنلاحظ في بنت خصائص المنتج بنوط تختص بالهواتف مثل مارقة الهاتف، الموديل للهاتف، ذاكرة الهاتف، أو شبكة الهاتف أما إذا عرفت حذاء نايك وعرفت الصفحة بفئة الأحذية، سنلاحظ خصائص تختلف أي خصائص المنتج تلائم نفسها حسب الفئة أو المنتج الذي نعرفه للأسف، ألاحظ الكثير من التجار لا تعطي أي انتباه لبنت خصائص المنتج ولا تعرف أي معلومة هناك وهذا خطأ، وسيكلف التاجر بكلة المبيعات والأسباب هي أولا محرك البحث على موقع إيبي يقتبس نتائج من خلال خصائص المنتج فإذا لم نعرف معطيات هناك، سنعمل ضرر لظهورنا في نتائج البحث مما سيقلل مبيعاتنا لذلك عرفوا قدر الإمكان ومعطيات تعرفونها عن المنتج في خصائص المنتج ثانيا عدم الظهور في الفلترة السبب الرئيسي لخصائص المنتج هي مساعدة المشتريين فلترة نتائج بحثهم للوصول للمنتج الذي يريدونه بسهولة لاحظوا أن بنت خصائص المنتج موجود لدى المشتريين في يصار صفحة نتائج البحث وبإمكانهم اختيار الخصائص التي يريدونها لمنتجهم فإذا لم نعرف خصائص المنتج المناسبة لن نظهر للمشتريين ونخسر انكشاف وبالتالي نخسر مبيعات أي إذا أنا أبيع هاتف آيفون بلون أسود ولم أعرف في خصائص المنتج أن لون الهاتف أسود وإحدى المتصفحين عمل فلترة في صفحة نتائج البحث بقسم الألوان على اللون الأسود لم أظهر لهذا المتصفح وسأخسر ظهور لذلك مهم جدا أن أعرف الصفات الأساسية للمنتج ثالثا يوجد قسم كبير من المتصفحين بالموقع تشتري منتجاتها بناء على الصفات المعرفة في بند خصائص المنتج لذلك عليكم الانتباه لما تعرفونه في قسم خصائص المنتج وأن يكون معرف معلومات صحيحة لكي لا يكون أي مشاكل مع المشتريين بالمستقبل إذا رأيت في قسم خصائص المنتج بند لا تعرفه لا تعرفه وأبقيه فارغ لا تعرف أي شيء لا تعرفه في قسم خصائص المنتج رابعا الظهور خارج موقع إيبي عند تعرف المعلومات اللازمة على بند خصائص المنتج موقع إيبي سيكافئك وسيظهر منتجاتك أو صفحة مبيعاتك خارج الموقع أي في محركات البحث العالمية مثل جوجل أو بينج أو يهو فهذا أيضا سبب مهم يشجعنا لتعريف المعطيات اللازمة في قسم خصائص المنتج خامسا تعريف خصائص جديدة خلال تعريف خصائص المنتج يوجد في آخر القسم رابط الذي يسمى Add your own item specific من خلاله يمكننا إضافة خصائص جديدة إيبي لم يعرفها في قسم خصائص المنتج كلما أضفنا خصائص جديدة كلما كبرنا ظهورنا لمشتريين أكثر كما لاحظنا بند خصائص المنتج بند مهم جدا لنجاح صفحة مبيعاتنا على موقع إيبي وبالفترة الأخيرة إيبي يعير انتباهه أكثر وأكثر لقسم بند خصائص المنتج قبل أسبوعين وصلتني الرسالة على الموقع تنبه بخصوص بند خصائص المنتج والتحديثات الأخيرة التي حصلت على البند لذلك لا تتكاسلوا أو تستهتروا في بند خصائص المنتج وعرفوا الصفات اللازمة في البند أيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة أكاديمية كامبوست لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو بالنجاح للجميع